شوفولي على المنظر ما احلى تمسك الخبزة هيك تقطع هيك وشو بتقلها سبقيني لاحق فعسى هيك للحمة الطرية شايفين اللحمة الشطرية تاخد معها صوص هيك وبتروح فيها لوين 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 قبل ما تروح فيها بتحط لك واحدة يزبطني وعلى المعدة دائرة هلأ ليش إذا جمعنا 2x2 بطلعوا اربعة وإذا ضربنا 2x2 بطلعوا اربعة عن جهت حسبة غريبة ركزوا معي شوي اربعة ضرب عشرة اربعين إذا ضربناهم هالأربعين دربناهم بالفو بطلعوا اربين ألف إذا رجعنا السمناهم على عشرة بطلعوه قديشه 4000 ومعنا يا غوالي ببرنامج لئمة اليكن للغوالي 4000 دولار مو 4000 رابح صلوا عن النبي 4000 دولار بربحوهم 10 كل واحد بربح 400 دولار كاش حلوين زراف خفاف نضاف شغل عماك أبراتب لشروط جدا بسيطة أكتر حدا بيتفعل على هالفيديو وبيعلق تعليقات وبيشترك لقناة الآن ويفعل زر الجرس ويحط له لايك يعني صايرة وصايرة بعد ما تعمل كل هدول يا غاي بيصير موضوع كتير بسيط أنك تنزل على صندوق الوصف اللي هو هيك هون تحت كبس المزيد شوف هذا عشان تفرضي يدعي هون 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 يا هون يا هون كبس المزيد بيطلع لك تحت صندوق الوصف تلاقي رابط موقع الآن تدخل عليه أول رابط هو رابط المسابقة تفوت عليه يا غالي تعبيلي معلوماتك بشكل صحيح اسمك الكامير ورقم تريفونك ومن وين أنت وكذا 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 يعني كل معلوماتك ننشف لك عروس صراحة هلأ عم بمزح معكم الكل طبعا فيه يشترك بعد ما تحط معلوماتك واسمك بتلو مكتوب على يوتيوب بالفراغ تبعتهم وهيك بتكون اشتركت بالمسابقة وإن شاء الله يعني شاء الله تربحوا حلوين 400 دولار بيصاروا لعندك أينما كنت يا مارئة طواحين والمية معطوعة يا مارئة طواحين والمية معطوعة صحيح شعب أجائي موية عنا اليوم ولا معطوعة لا أجائي عنا الموية والكهرباء والأمور كلها بالسرين شو شايفك انت بتحميلي كرشك اليوم شو ناوي تعاكل إن شاء الله حسب الطلب صحيح ما بنعرف نحنا الطلب شو بيطلب على أساسه إن شاء الله تكون شيء أكلي ضريفة وما تكون مكلفة كمان هاي شايف عمر يا هلا أهلا وسهلا كيفك معك فرح الحمد لله انتي كيفك شو أخبارك يا هلا عنسة فرح أهلا وسهلا تحيي كبيري للأرز تسلم يا هلا شايف أنا مهنسة وبحب الطبخ كتير حلو طب ليش تغلتي مهندسة يعني إذا بتحبي الطبخ تشتغلي مهندسة الطبخ مثلا هو قريبة يعني أنا مهنسة كيمائية حلو أنا رأيي خلص خليكي على الهندسة تمام أوكي حبي أعرفها منك هايدي على عيني أحلى وصفة كفتة باللطحينة شغل أبراتي بلح ساويدك ياها كمان بدون فرن يعني ما بتعزي الفرن خب تمام أنا عاشة انت بتعطينا التفاصيل هيدين وواضحين لحشة تلسلك الأمور على الآخر تكرمي تمام يا هلا بالبش مهندسة وبدنا بالأخير إذا بتصبت ناخد رائي لونة فيهم أنا كتير بوسب في رائي لونة هلا شوفي إذا زاد من الأكل يعني إن شاء الله بناخد رأيها يا هلا أهلا وسهلا شكراً كتير إليك يا هلا يلا عن قريبة بتنزل الوصفة يا هلا باي باي إن شاء الله موفق باي باي معنا السلامة باي باي ولي يا مرأ على الكفتة بطحينة والمية مقطوعة يسعد لي أيامكم يا أحلى فنانين بكل المجرة ببرنامج لئمي للغوالي اليوم يا غوالي المتصابقة شو متصابقة شو قاعدين ببرنامج ميزة لأ اليوم طلبت مننا الانسة فرح البش مهندسة فرح كفتة باللطحينة رح ساويكم شو كفتة باللطحينة لا بندورة ولا أشياء دمس رمان ممكن نحبس بندورة ما زابت هديك بصير ببندورة المهم رح ساويكم شو كفتة باللطحينة خرافية وبدون ما نستعمل الفرن وبسيطة وسهلة وخفيفة ونظيفة وظريفة ولطيفة بس مو لطيفة تبع باب الحارة يلا قبل ما نبلش اشتركوا بقناة الان وفعلوا زر الجرس وعطوا لكم لايك شغل الابراتب وكتبوا لنا هيك شيء تعليق يعني ظريف يلا خيرا نبلش هلا أول شي يا غوالي بدنا لحمة لحمة مخرومة نعمة منجيب 300 جرام 300 جرام حلوين بكفوا يعني ما ضرورة نكتر نعمل 500 كيلو لحمة اللي عندي أنا لحمة خاروف والصراحة مدهنة شوي هنين شوفوا في أكلات مثل هيك لما بيعملوا طابات من اللحمة انا هعملها طابات اليوم وهاعملها بالمقلاية وهاعملها بالفرن فبيستخدموا لحمة هي لحمة العجل وبتكون ناشفة أنا صراحة ما بحب ولا بيقتنع انا بستخدم لحمة خاروف ظريفة وفيكن تستخدموا عجل وبيستخدمها كمان مدهنة شوي أطيب يا أخي والله ما طيبة ناشفة يعني لازم يكون فيها شوية سقسة وعلى 300 جرام من اللحمة بدنا بصلة وبدنا بقدونيس بس شوية من البقدونيس مو كتير يعني وبدنا كمان بهارات وشو بدنا بهارات يا حذركم طولوا بالكن بهارات بسيطة وسهلة ملح وفلفل أسود وقرفة وجوست الطيب إذا فيه إذا ما فيه بلاها وبنجيب كمان المعلقة الصغيرة اللي بنحط فيها البهارات طيب 300 جرام من اللحمة قديش بيحتاجوا؟ بما انه هنحط لهم بصرة نص معلقة ملح بيكفي وربع فلفل وربع قرفة القرفة مع الكفتة غير شكل ورشة جوست الطيب رشة شايفين؟ ما منكتر رشة لأنه هو من البهارات القوية هلا مناخد صحن وشو بنساوي يا حذركم يا حذركم بنجيب هالبصرة ومنبرشة برش حصرا برش حصريا في الأسواق بسم الله اي اي لا عم بمزح معكن شبكو ديروا باكن ها انتوا عب تبرشوا ايدكن اهمشي ما تبرشوها لأنه مو طيبين مع الأكل هلا و هلا يا غوالي بعد ما برشنا البصل باعك بحرمة و ليه برش البصل وين كون؟ يعني بيخلي الهذا يلالي يعني هلا منضيف البصل اللي برشناه فو اللحمة ليش بيحطوا هذا البصل مع هيك شغلات لقلكون ليش هلا غير موضوع الطعم من شان تبكوا كمان انتوا اين هون ولا هون؟ وين انتوا؟ ايه غير الطعم بيعطي طراوي يعني بيعطي طراوي للكفتة كأنه عيني محمرة منكم ما ولا انا هيك حاسس و هلا بناخد كمشة بقدونس هم هلا انا ما بساوي لحمة بالصينية ما بحط فيها بقدونس صراحة بس هو طيب معه بس بهاي بيطلع زريف يعني خلينا نخسلها وين الدفة وين ها اذا دفة يعني اذا هيا قصدي بتستعمل انا مو انا هلا بنحط البقدونسات عليه هون ها و هلا خلينا ندعك ادعكة شغل عماك ابراتب لازم ندعكة منيح لحتى تتغلغل بالملح والبهارات تبعها ومية البصل والبصل هو اللي بيعطي للحمة هي الطراوة عرفتو شون والبقدونس بيعطينا كظريفة انت هلا اول ما تبلش تدعك يا غالي تبلش شوت شمشين ريحة الكفتة الكفتة وما ادراكة ما الكفتة ادعي ما تنكسر الزبدية اولي والله بيعلع مع مرت سمعوا شو عبي يقلي ما بدي برغول ما بدي خبز متعود اخي عالغش شو نساوي طيب معو ما بدي بقصمات ما بدي مدري شو هلا بينحط يعني اذا بدك تحط بينحط يعني بس هيك قطيب تطلع مدهدرة يعني هيك بتحط الطابة يتمك بتفقص فس تفرض فرض هعاشتك متعود عالغش لسا طيب هلا بعد ما دعكناها الدعكا مبرحان شايفين يا غالي كيف صارع شوفوا مع حلاها بعطيك كفتة ترجع لعندي هلا انتو فيكن تمدوها بصينية وتحطوها بالفرن فيكن شو تساوو مثلي بتعمل هيك يا غالي طابات الكفتة انا حابب بغير اعمل منها طابات ندعبلها هيك ونحط صحن قدامنا شوفوا تدعبولي قديش قدها يعني قد حبة العوامة يا غالي بتعرفوا حبة العوامة قدها اذا كانت عبتلزق وعزبتكن كتير زيت شوية زيت نباتي بتلك ايدك يا غالي بتدهنل ايدك شوية زيت نباتي وبتدعبل ودعبل شوكولاتة وطامينة تحطوها وهي يا غالي طابات الكفتة الكرات تبع الكفتة اذا حطيناها دغري هلا على النار واشتغلنا فيها تفرط نار تشتغل لازم تنحط بالبراد أو بالفريزة عشر دقائق بس تشد تشد قوامي يعني تمسك مع بعضها الدهون التي ترجع تشد على بعضها بعدين نشتغل فيها بينما اللحم تبعنا تشد على بعضها يا غالي منجيب معلقتين اكل لبن زبادي اكلها مولو صغيرة مقوبعة من قوبعة يكون هيك فيها شوية تحمودة منحط عليهم طحينة بس منحط طحينة يعني منحط منسخة يعني منحطنا طحينة 150 ميلي من الطحينة وكلما كانت لطحينة ظريفة كلما كانت اكلتنا ازراف وشو منحط عليهم كمان ملح من الملحون قدر نصف معلقة ملح هادا الصوس عبينا شي كاسة مي بلا من وراك لك شو صارو كلها كاسة مي وليه منيه معلنا لك عملنا حراء اصبعو غالا منحط عليهم كاسة مي هاي تقريبا 250 ميلي من المي ولازم ضروري بكل بيت سوري ضروريها يكون في باب البراد نصف ليمونة من عصر النقفات لا ما لقديمة كثيرة يعني ايه نص نص منحط عليهم عصرة ليمونة على حسب حموضة اللبن ومنجيب خفاقة وهي الخفاقة ومنخفون خفاقة شغل عماك أبراتي بسم الله خفاقة خفيف مع قوام الصوس خفيف هلأ هو على النار بيتقال طوله بس لازم نخفؤ كثير منيحة لينمزج كل شيء لطحينة مع اللبن مع الملح مع عصرة الليمون دائما الليمون شو بيخلي طحينة تشد بيخلي قوامة تشد هلأ منجيب كم سن توم يا غوالي انا عندي اربع سنان توم هم بقطعون هيك شرحات شايفين ما هحط توم بالصوص بالعكس انا بدي يحمس التوم ليعطي نكهة شغل عماك أبراتي بتكون نكهة خرافية خلصنا اغراض الطبخة خلينا نطبقها يلا منطلع الكفتة تبعنا من التبريد شدت على حالة عندي مقلاة اهم شي تكون مقلاة سميكة وظريفة ولطيفة يعني مقلاة منيحة منحط لها شوية زيت ما كدير شوية زيت نباتي ومنحميها بسم الله هلأ شو منساوي مناخد حبة الكفتة ومنحطها هيك وما منعود نحركها لحتى تظل متماسكة لأنه اذا حركناها يا جماعة بتفرط لازم تشد يعني تاخد حرارة وتصير قطعة واحدة وتشد على بعضها يعني شوفوا هصفهم كلهم بالمقلاية يعني مقلاية واحدة هاي الاكلة بندورة ما بينحط فيها اذا بتحطوا بندورة تفرط ما بتتحمل ما بتشتغل اربو يا غوالي شوفوا لي على هالمنظر خرافي شوفوا شوفوا اللون شوفوا التحميصة شوفوا التحميصة شايفين انت اللبتون بعد ما اخدوا لون يا غوالي ريحة بتجنن يا غوالي ريحة بتجنن هلا بعد ما نقلبون مننوص النار منحطه على الوسط منشان يستوي اللحم من جواته ولا يا غوالي شو منساهم نمسك المقلاية ومنحركه يا غوالي على هاللون يا غوالي على هالتحميصة شوفوا شوفوا بقلبون وكل شي ما بتفرط كل طابة واختها شايفين ما اخلاهن ولونون وريحتهم بتشاهي شوفوا على المنظر ما اخلاه يا غوالي هاي الكفتة يا غوالي هاي اللي بده واحدة الله يباركله اللي عبت نزنز هلا مناخدهم شو ومنفضيهم هون بسم الله بصحن التقديم ناولونا التومات بمعايدكن على نفس المقلاية ونفس الدهن اللي فيها مننزل التوم من حمصه ولا يا غوالي بعد ما صلنا نشمشوا ريحة هالتومات اللي تحمصوا وريحة بتاخد العيل بننزل عليهم بالسوس بسم الله وكله بمقلاية واحدة وهي السوس طبعنا يا ويلي يا ويلي هاد الصوت اللي حنر نريده خليهم تخليطة هيك مع بعض خليهم شو يمزجوا وبس يغلي السوس طبعنا لحتى الكفتة تتنغنغ وتتسأساء لازم شو نعمين ناخدها وننزلها بقلب السوس تعي يا غالية تعي يا ويلي انا هالريحة بعشقة هالريحة ما بقدر اتحمل يا جماعة تضرب على اوتار كرشي ايه نزلوا تنغنغوا حبيبات قلبي شربوا من هالصوس اللذيذ نزلوا تقليبة هيك على الخفيف وهلق شو بس بخليهم لحتى بس هيك ثلاث دقايق يتسبك السوس واللحم تشرب من هالصوس وبدي جاهز شوية تحباشات لحطونا على الوش يا غالية هالريحة بتنغنغ القلب نغنغة بسم الله نسكوب نسكوب بصحن مغربي بقيته اكتر شي بيلبق شوفولي قرب قرب بعطيون زوم على الصوس يا غالي شوف 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 انا روحل بهي الشغلات اللي فيها هيك سأسأة ونغنغة وهلا يا غالي صار رؤيت شو نزين اول شي منزين بالممنوع الممنوع اللي هو السنوبر لانه بيلبق معها بشكل مطبيعي شوي ما تكتروها ما تسردو يعني رشة تبقى دونيس هذا تكترو من النوع عادي وانا الصراحة يعني جاي عبالي حط هيك شغلة اضافية من عندي فهذا الاشتياط الشخصي رشة فليفلة يابسة يا غالي تكون حدة منشان شو تشلفت شلفت وهيك احلى كفتة بلطحينة شغلة عمك ابراتة بصارت جازة شوفوا لي على المنظر ما احلى اي والله ما فيني استنى وينك لو بتقلي حتربح ببرنامج لأمل الغوالي 400 دولار لكل رابح 410 رابحين ما بستنى بدي ااكل بس نقول بس نقول لك صحن بس نقول لك معلقة انت خليك عبتصور وركز معي بس بس ركز بسم الله يا اولي شوف 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 هاد لي بسموه شو الدمار الشامل سلم لي على عمك مين ابشامل هاي شلون يا غالي تمسك الخبز هيك تقطع هيك وشو بتقلها سبقيني لاحق فعسى هيك لاللحمة الطرية شايفين اللحمة شو طرية تاخد معها سوس هيك وبتروح فيها لوين 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 قبل ما تروح فيها بتحط لك واحدة يزبطني وعلى المعدة دائرة يا الله اكل ايه اكلة من اكلات الزمن بس حزرو شونا قصة حزرو لكم حزرة وينو؟ وينو الغالي طلع طلع لحالك نبس الرمان حق علي العرق الشامي ما بقدر بسم الله وليه هلا صارت شو غنية اعطيني واحدة تانية سبقيني لاحقك هيك خود مع شرح التوم من التوم المحماص وين رايحة كانت تهرق عندي مفشي بيهر بسم الله ما! يبد ان الله يباركرهgebaut شك44 اوه انا جميل زيادة الساوص مع زيادة سوس مع دبس رمان وروح والله اكلي 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 اخر لقمة سامحونا اخر لقمة على ايدك نيمين خلينا نضب البسطة والروح وهيك يا غوالي كان معكم الشيف عمر من برنامج لقمة للغوالي ما تنسوا تشتركوا بقناة الان وتفعلوا زر الجرس حطوكم رايك شغل ابراتي وكتبونا هيك تعليقكم على هالأكلة شو رأيكم فيها زريفة ما سلام